طيب شيخنا في نفس القضية وهي اجتماع البيع والسلف في مسألة العشرة الاف يقول لك بأن القرض هنا القرض تم لمثلا سين من الناس أقرض صاد ثم هذا الثاني هو الذي باع باع لطرف آخر لطرف ثالث باع الدولار والمعاملة الأخرى التي هي فيها بيع لطرف ثالث فالعقدان مختلفان ومنفصلان كيف اجتمع هنا البيع والسلف البيع والسلف معناها أنك أنت ما تقدرش تبيع أو تشري إلا لما نسلفك فهو اجتمع الآن في عقد واحد مش يعني السلف لشخص والبيع احصل مع شخص آخر الشخص هذا ما عنداش باش يطلع على العشرة الاربعين الف العشرة الاف يبيه فلوس الشخص قال له اني نسلفك فالسلف واضح السلف واضح بمعنى أني بنعطيك اني الآن يعني اربعين الف وبترد اللي بمثلها هذا سلف يعني السلف هو ان تعطي انسان شيء ينتفع بيه مدة معينة ويرده لك هو بعين ولا مثله هذا سلف هذا عقد السلف في العملية هذه وعقد الصرف هو اللي كنا نتكلم عليه أن يعني ما سلفتكش وما أعطيك تكش باش تشري الدولارات هذه إلا لأنني أريد أن أبدل المال اللي عندي بدل مكان هو صك وما نقدرش نصل لكاش باش انت بعد ذلك لما تتحصل على وتشري السلعة متاعك ترد لي الكاش الذي أنا أريده فالعقد عقد واحد عقد واحد شخص سلف فيه شخص سلف شخص آخر هذا سلف وفي الوقت نفسه استغل هذا السلف في التصريف التصريف بيعمل بيوع يعني لما نعطي مية وناخدها بدلها بمية أخرى كاش معناها هذيني بعت وبدلت الشيك بعتها بالنقد وهذا نوع من الصرافة الصرافة في الفقه الإسلامي ثلاثة أنواع عملة بعملة مختلفة عليها زي دولارات بدينارات ولا ذهب بفضة وإلا عملة بعملة أخرى من صنفة زي ذهب بذهب لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا دينار بدينار ليبي لكن الأغراض مختلفة واحد منهم صك واحد منهم عملة وإلا إذا كانت المبادلة والتبديل بالعداد زي ألف بألف هذا سموه مبادلة وهو قسم من أقسام الصرافة الصرف وإذا كان التبديل بالوزن زي ما يحصل في الذهب أن بيألك ذهب محلي بذهب أجنبي ولا ذهب مكسور بذهب مصنوع ولكن مية جرام بمية جرام الوزن هو واحد فهذا مراطل هذا أيضا نوع من الصرافة مع أنه يجري في صنف واحد يبدل في الذهب بذهب الصرافة ثلاثة أنواع مبادلة ومراطلة وصرف لهو بين صنفين مختلفين والصرافة بأنواعها الثلاثة هي بيع من البيوع لأنها تدخل في معنى البيع بالمعنى العام وهي اجتمعت هنا مع السلف لأن في سؤال المرأة في الحلقة السابقة هي بتسلف قرابتها من أجل أن تتحصل على هذه الصرافة وتبديل الشيك بالنقل